ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي وصحراء حضرموت برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري مستوى الإنجاز في مشروع أبراج الخط الناقل 132 كيلو كيلو فولت والمحطات التحولية التابعة وناقشت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس الشام السعيدي الصعوبات التي تعترض سير العمل في إنجاز هذا المشروع وسبل التغلب عليها وإيجاد المعالجات السريعة المناسبة التي تسهم في رفع وطيرة العمل وفقا للمواصفات الفنية المعدة للمشروع أكد وكيل محافظة على ضرورة العمل على سرعة إنجاز المشروع وشددا على الجهة المعنية بالمتابعة المستمرة للجهة المنفذة وفق خارطة عمل مزمنة لاستكمال ما تبقى من مكونات المشروع